وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان النائب عن جبهة المعتصمين عبد الرحمن الويزي سيد عبد الرحمن أهلا بك في البداية ما هو موقفكم الرسمي مما جرى في البرلمان يوم السبت الماضي يعني بالتأكيد هي قضية مدانة الاقتحام المجلس النواب والإساءة للنواب بهذه الطريقة هذه قضية مدانة لا أعتقد أنه أحد يختلف عليها وقد صدرت بيانات دانة نحن لم نكن طرفا إذا كنت تسألين عن جبهة الإصلاح وين لم أكن ناطقا باسمها نحن كنا قد أعلننا تعليقنا لجلسات المجلس لحين التصويت على الحكومة ومن ثم نستأنف عملنا كمعارضة هذا ما كنا نخطط له وهذا موقف معلن للجبهنا طيب ولكن أنتم أعلنتم بأنكم ستقاطعون البرلمان في حين أنه سمعنا أن النائب هيثم الجبوري يتحدث عن استجواب لرئيس الوزراء العبادي طيب كيف ستفعلون ذلك وأنتم تقاطعون جلسات البرلمان تحت أي مظلة قانونية سيدة الكريمة الموقف المعلن واللي مسؤول عن اتحاد القوى هو المؤتمر الصحفي الذي ظهر والتي أعلنت فيه وأنا شاركت فيه شخصيا والذين أعلنوا فيه عذرا عن جمهة الإصلاح عن تعليقها لجلساتها إلى أجل غير مسمى النقاش الداخلي في الجبهة قلنا أن هذه الفترة هي فترة تصويت على الحكومة نريد أن تنتهي الكتل السياسية المتحاصصة من تصويتها على الحكومة التي أعلننا معارضتنا إلها ومن ثم نستأنف دوامنا وعملنا في مجلس النواب كمعارضة رسمية تستخدم كل الأدوات القانونية ومنها الاستجواب وطرح الثقاء والسؤال لغرض تقويم عمل الحكومة وحتى تقويم عمل البرلمان من خلال الكتل المتحاصصة إذن أنت تقول بعد التصويت على الحكومة المقترحة سيتم استجواب العبادي هل تقصد ذلك؟ بالتأكيد نعم هذه القضية نحن كنا ننتظر الكتل كانت بنات اتفاقات بينية وبالمناسبة ما حصل هو كان على خلفية نكث الكتل السياسية التي أعطت التزام للصدريين بالتصويت على الكابين الأولى ولكنها لم تصويت عليها وكانت فقط هي أسحبت الصدريين لجهة المعتصمين وأعادت الشرعية المزعومة لرئاسة مجلس النواب وبهذه الطريقة اكتشف الصدريين أنهم أمام خديعة تعرضوا لها ودخلت جماهيرهم حصل ما حصل يوم السبت علما أنه كان من المفترض أن يصوت على الكابين الخميس ثم أجلت إلى السبت وهناك فيديوهات مسربة لصدريين وهم يقولون مواقف معلنة أن الكتلة السياسية كانت تجلس في يوم السبت تجلس في الكافيتيريا وتمتنع من الدخول إلى القاعة للتصويت على الكابين الأولى حسب الاتفاق الذي كان معقودا مع الصدريين وما حصل هو نتيجة عدم التزام الكتلة السياسية لتعاهداتها مع الصدريين في تصويت على كابينة الظرف المغلقة وكابينة تكنقراط نعم أنتم حسب قولكم تمثلون صوت الشارع واحتجاجاتها أيضا لماذا لم تشاركوه في الاحتجاجات أنتم كنتم ترونه معكم ويدعمكم نحن لدينا صفة رسمية ونستطيع ممارسة المعارضة من خلالها وهي موضوع الأدوات التي اعتاح الدستور الاستجواب وطرح الثقة والسؤال وهذا ما كنا بصدده وحتى ممارسة الاحتصام الأولى لم تكن مجرد عن السلوك أو النشاط الذي كنا نقوم به نحن قمنا بإقالة هيئة الرئاسة لكن الاحتصام في حينها كنا نخشى أن الكتلة السياسية التي لديها موظفين وهيئة الرئاسة تستخدم نفوذها في إغلاق القاعات وتمنع ولوجنا لها ولذلك كان بقاءنا هو للحفاظ حتى نمنع الموظفين من غلق القاعات وتواجدنا في مجلس النواب هذا هو اللي يفسر ظاهرة الاحتصام نحن عندما أعلن احتصامنا لم يكن هذا بمعزل عن استخدامنا لسلطتنا أو لصلاحياتنا الدستورية وهذا ما قمنا به عمليا من خلال إقالة هيئة الرئاسة ومن خلال عقد عدة جلسات برئاسة رئيس مواقع الذي هو سيد عدنان الجنابي وبالمناسبة أريد أن أضيف مسألة يعني ذكرها تقريركم أنا أعتقد بأنه دعوة السيد سليم الجبوري إلى عدم تصلاح الأضرار هو الغاية منها كسب الوقت والرهام على الوقت لأنه يعلم جيدا أنه الآن أصبح في موقف محرج والآن حتى اتحاد القوى بدأ يتشاور مع الكتل السياسية ويطرح بدلاء للسيد الجبوري يعني على ما سمعناهم السيد أحمد المساري والسيد صلاح الجبوري وهذا ما جرى اتصال بالأخوة الكرد وكذلك جرى اتصال بسيد أياد علاوي لتسويق هذين المرشحين ولذلك سيد سليم الجبوري يريد اللعب على عامل الوقت وكسب الوقت من خلال القول بأنه يجب أن لا تصلح الأضرار وبالتالي ليس مضطرا إلى دعوة إلى جلسة مدامك الأضرار قائمة ومدام المجلس لا يصلح العمل فيه الحل يكمن في أنه كل جهة سياسية تتحمل مسؤولية الآن الأوضاع السياسية بدأت تنعكس سلبا على الوضع الأمني في بغداد وحتى تنعكس سلبا على عمليات التحرير هذه قضية كبيرة يجب الكتل السياسية تستشعر فيها المسؤولية الكبيرة لملقاعة العاتقها وتجلس بكل شفافية وتضع مطالبها ومخاوفها وهواجسة على الطاولة ثم يقرر ما إذا كان المضي في استقالة مثلا لسيد الجبوري أو استجواب السيد العبادي لكن علينا الكل اليوم المسؤولية تضامنية بين كل الكتل السياسية الأمر خطير تقريركم يشير بكل وضوح إلى القلق وهو قلق مبرر الذي يسود الأوساط الشعبية الآن وكذلك نحن كنواب ننتمي إلى محافظات تنتظر التحرير الآن بدأنا نقلق أن ينعكس هذا الوضع على تحرير هذه المناطق والعمليات اليوم حتى فصائل التي ذكرتموها انسحبت من قواطع عمليات كانت ماسكتها ولهذا القضية خطيرة يجب أن الكل يستشعر مسؤوليتها ويجلس لطاولة حوار واحدة بكل شفافية ووضوح تناقش فيها هذه القضايا ويوصل إلى حل نعم سيد عبدالحمن كيف تعلق على الزيار الأخيرة لمقتدى الصدر إلى طهران وتحديدا ذهبه إلى قوم يعني ربما تأتي في إطار طبعا التدخل الإقليمي حاضر يعني كل الدول جوار العراق هي تدخل ولها علاقات تميزها يعني إن هذا الكلام ينطبق على التحالف الوطني وينطبق على اتحاد القوى وينطبق حتى على الأخوة الكرد ولذلك ربما تأتي في إطار هذه ولكن نعتقد أن السيد الصدر وهذا ما أعلن عنه في آخر لقاء في العربية هو يملك علاقات متوازنة تقريبا مع هذه الدول وربما تكون التصريحات التي ظهرت ضد إيران ربما تكون قد أحرجت السيد الصدر على الاعتبار أنه لا يقدم نفسه على أنه عدو لأي دولة من دول الجوار أنا طبعا لست ناطقا باسم السيد الصدر لكن هذا تحليل هذا وليس بناء على معلومة برأيك متى ستعقد الجلسة المقبلة وهل ستطفو بالوضع السياسي على الفطح الغارق فيها حاليا والذي يؤثر على الساحة الأمنية للأوضاع في البلاد وأنتم ككتلة معارضة هل ستحضرون هذه الجلسة؟ هل ستكون لديكم أراء فعالة خلال الجلسات المقبلة؟ يعني بالتأكيد بلورنا جبهة سمناها جبهة الإصلاح وهذه الجبهة لها مواقف معلنة سواء من خلال تعليق حضور جلساتها وكنا ننتظر كما أسلفت التصويت على الحكومة حتى نستأنف حملنا كمعارضة لكن أكيد نحن معنيين بما يجري من حوارات وفي إطار هذه الحوارات إذا تبلورت هذه الحوارات عن مشروع إصلاح لا يعيدنا إلى الخل في تجاوز المشاكل الماضي أكيد سوف نمضي بهذا المشروع وفي النهاية إذا استطاعت الكتلة السياسية الأخرى بمعزل عنها النجاح في عقد هذه الجلسة البرلمان والمضي في مشروعها فسوف نستأنف عملنا كمعارضة رسمية تعتبر أول معارضة من عام 2003 لكن أنا بكناعة الآن وأنا لا أريد أن أكرر ما ذكرته اليوم دعوة سيد الجوري لعدم إصلاح الأضرار هو رهان على الوقت السيد الجوري يعلم أنه كلما طالت المدة كلما كانت هناك فرصة أكبر لإجراء بعض الحوارات التي سوف تؤدي إلى إبقائه في مكانه رغم كل ما حصل لكن بقناعة اتحاد القوة الآن من خلال مفاتحة للكتل السياسية وطرحة لبودلاء عن السيد سليم الجبوري وهم السيد صلاح الجبوري وكذلك السيد أحمد المساري ربما يكونون حتى الاتحاد القوة بعض الشخصيات المتفاقية تتخلت عن السيد الجوري سكنا جزيلا كنت معي من العاصمة الأردنية عمان النائب عن جبهة المعتصمين عبد الرحمن الويزي شكرا جزيلا لك